أكثر الحكايات أو أكثر التفاصيل الإنسانية اللي بتتخلل الرواية وشايفة أنها كانت من ضمن عوامل نجاح الرواية بالحركة تبتية الموت فضل بقى في روسيا في التلج وإزاي تجمد يعني إزاي الفترة إزاي يمشي وإزاي مات في الغبات بقى الروسية والجوع وإزاي بدأ الشتا يدخل عليهم وإزاي بدأوا يتجمدوا وإزاي وهو بيغرق في نهر متجمد هاي الأنهار لما بتتجمد بتتجمد من فوق وتبقى تحت دافية فنزل فالحصان بتاعه إزاي الحصان بتاعه مش راضي يسيبه لأنه بيموت والحصان مش راضي يسيبه وهو بيركل الحصان بتاعه برجله علشان ينقذه من الغرع فيعني هو بيموت وخايف على الحصان لايموت والحصان مش راضي يسيبه إزاي هو بيزقه لحد ما ينقذه من الغرع غيوم فرنسية ما تكلمناش عن الاسم يعني الاسم كمان الحقيقة كان لازم نقف عنده غيوم فرنسية ليه اخترت الغيوم؟ بس هي الغيوم حالتين لما الدنيا بتغيم معناها ايه؟ معناها ضلمة يعني فيها حاجة مش حلوة يعني مش الشمس مش حاجة مش رقة مش حاجة جميلة ولكن الغيوم بعدها هي قتل ايه؟ المطر وده كان وضع الحملة الفرنسية هي كانت غيوم وده اعتقد انه كان وصف حقيقي للمرحلة يعني زي ما قلت حضرتك انه يمكن فيه ناس تكون اتعلمت او استفادت او تأثرت ولكن في حقيقة الامر هو كان احتلال واستعمار وهي غيوم هي غيوم ولكنها امترت وعشان كده يعني حسيت انه هو ده الحالة انه هي انت ما تقدرش ترحب بيها على المطلق في الاطلاق وتقول ان ذي كانت حاجة عظيمة لانه في انها استعمار وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول انها كانت حاجة وحشة لانها دخلت مصر في منطقة وعي مختلفة واضافت الفترة اللي حكموا فيها الفرنسويين عملوا حاجات كويسة للمصريين وده فتح افق وفي الحقيقة هي الصورة الفرنسية كمانية اللي عملت كده اكتر من الحملة نتكلم شو عن الغلاف والحقيقة انه الغلاف شارح نفسه يعني الغلاف واضح بصي ده يعني غلاف معبر جدا هي الرواية دي لها ثلاث اجلافة لانها تطبعت عدة طبعات ده مش الغلاف الاول الغلاف الاول كان لطيفة انا كنت بحبه اكتر او يمكن لانه انا مرتبطة بيه نفسيا عشان الطبع الاولى والوانه كمان هو كان كولاج مبين لوحات كتيرة عن الحملة الفرنسية ده كان كولاج هو معنا على الشاشة على فكرة دلوقتي هو كولاج ايوه انا شايفه وفيه الوان كتير اصفر واحمر وكان فيه يعني صور حالات كتير والواجه المرأة دي يعني اللي هي المفروض انها البطلة محبوبة ايوه وازاي في دماغها غيوم يعني السحب في الدماغ فده كان غلاف الغلاف ده لطيف في حالة الحماس بتاعت السورة والمقاومة والغلاف الجديد اللي ان شاء الله هينزل على معرض الكتاب اللي جاي ان شاء الله